السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم اعزائي مشاهدين بهذا بزير جديد على قناة لحن الحياة اللي راح نحكي فيه عن موقع مربح جدا اسمه راكوتين او راكوتين اه موقع جديد نوعا ما هم بوسطنا يعني ما بنعرفه كثير والشرح عنه كثير قليل فتابعوا معنا الفيديو بعد الشهر هلا الموقع لحد الان صار له سنتين لحد الان شغال اموره تمام تمام يعني ما في ايا مشكلة او ملاحظة عليه حتى طرق السحب كتير رائعة جدا يعني خصوصا من الناس اللي عندهم محافظة الكترونية هلا راح نشوف سوا اول شي كيفية تسجيل في الموقع التسجيل في الموقع متل ما انا شايفين هاي صفحة التسجيل طبعا راح اترككم رابط التسجيل في الموقع اسفل هذا الفيديو بالوصف راح اترككم رابط مقال مفصل ومشروح بالصور عن كيفية التسجيل وكيفية الايداع وكيفية السحب يعني فيه شرح كل شي وهلا هون كمان راح نشرح بشكل مختصر هلا التسجيل مثل ما انا شايفين انتر يوسر نام راح نحط هون اسم مستخدم ايا كان هذا الاسم الاسم المستخدم هون نحط فريد يعني نوعا ما طبعا اذا مكرر الاسم راح يقلو لنا مهم يكون الاسم يعني فريد النوع هون للمربع البعد هو انتر باسورد يور باسورد تختار كلمة سر اختار كلمة سر ما تنسيها ام شي يعني لانه راح تحط فلوسك في الموقع هون من اكد كلمة سر من اكدها مرة تاني تمام وهون انتر يور ناكنايم انتر ادخل اسمك المستعار فانت تتحدد اسم المستعاري اللي بدك يا يعني نفس اسم المستخدم بيصير مو مشكلة بس الافضل تحطوا غير اسم المستخدم لانه دائما الناكنايم هو بيكون ظاهر في الاعلان وتحت هذا رابط الاحالي اللي بيكون انت لازم كون اجباري لازم كون في احالي لحد تاني من حدا تاني فانا تركت لكم رابط مباشرة رابط التسجد تسجدوا فيه بالاسفل الفيديو بعدين بنعمل ساين اوب بعد ما نعمل ساين اوب صير عنا الاحساب جاهز بنعمل ساين اين تمام هلا انا عملت ساين اين عملت حساب طبعا حساب غير حسابي اللي عم بيشتغل فيه عملت حساب هلا جديد ودخلت على الموقع هلا هاي الهوم هاي الصفحة الرئيسي للموقع طبعا هلا بشرح لكون شرح بسيط عن الموقع شرح بسيط وسريع الموقع هو عبارة عن ربح اموال من الانترنت انه الرصيد اللي عم تحطوا انت للايداع فهذا بشتري في منتجات يعني كل يوم بيحقلك تشتري فيه خمسين منتج وبتاخد وبتاخد كاشباك منه يعني مبدأ كاشباك تقريبا مثل اي اي ماركتينج اللي حكينا عنه بالفيديوهات السابقة طبعا يلي ما ما سمع عن اي اي ماركتينج لازم يحاول هلا يشوف الفيديوهات ويشوف يسجل في هذا الموقع صحيح ارباح بطيئة شوي بس ولكنه موقع مستقر نوعا ما حتى الان وكسبنا منه مبالغ جيدة فهذا الموقع مثل ما قلنا بيعتمد تقريبا على الكاشباك نفس الفكرة بس هذا في ارباح اكتر من الاحالات يعني كل ما انت يعني ناس اشتركوا برابط الاحالة تبعك بيجيك يعني ارباح اكتر يعني وخصوصا مو بس لحسين الناس يلي انت بتخليوني اشتركو الناس يلي اشتركوا يلي يشتركوا عن طريق الناس يلي اشتركوا من رابطك كما نفس الشي بيجيكة من ارباحهم فا اول شي رح نحكي شوي عن الواجهة الواجهة ينشوف نضغط على انفيتيشن بتطلع لنا هون رابط الدعوة الخاص فينا او الكو تبعه اضع للشحن للشحن شحن الرصيد يفرجنا انه نسب الارباح اللي عم تطلع طبعا انا هاي هون ما استخدمتها حتى الان رح نشرح عبي فيديو قادم بعد ما نستخدمه انا عملي مشارة كابل الارباح اللي نستخدم الارباح حتى بالتحضر على ملاحظة جيدة حتى الارباح اللي عم يوجد داخل الارباح ومعلماتちょっと منزل سوف بهم اضعوا ودر지를 على طريق الوضع يجب أن يحكم معك. باللغة الانجليزية يجب أن يكون كلام. هنا جنب اونلاين ماي هذا هو الحسابي. هذا رقمي مثلا رقم هذا الحساب الذي عملته الآن. نرى هؤلاء تحت. من الأسفل هنا تحت. محل ما أضع الأشارة عليها. نرى الفريق الذي يشترك عن طريقي. ما يربحه و ما يربحه. نسب الربح الذي يجبني منه. من الرباح. نفس الشيء. نفس الشيء. رابط الدعوي. تفاصيل الحساب. ما هو ساحب. ما هو تم الإيداع. تلقائيا رح نكتبه. تلقائيا رح نكتبه. نغير البرح. نغير البرح. بايند بانك كارد. هون هون شغلنا. اول شيء. نضع الوصول. نضع رقم. رقم التحقق. تمام. اي رقم منضعه. انا هون حط رقم سوري. ومنضع الوصول. نضع الوصول و نقوم بالرقم التحقق. نقوم بالرقم التحقق. نعطيه نكستيب. بس نعطينا نكستيب. بياخدنا على الصفحة. اخذنا على هذه الصفحة نفسها. لكي نستطيع ان نكتبها. لا انا لا نستطيع ان نضع حقوق برقم. نضع الاسم الصحيح. نضع الاسم الصحيح. وشبكة USDT ERC 20. نضع المحافظة مثل محافظة هوبي ومحافظة بيننس. فيها يكون شبكتين مثلا تي ار سي عشرين و اي ار سي عشرين. هذه يكون فيها USDT. هون الدولار يعني ننقذها عن طريقة. نحن هنا نضع شبكة ERC. ننسخ رابطة من المحافظة هنا. لكي نستحب الايداع. وننسخ رابطة تي ار سي عشرين. هون نكون دقيقين كتير. بنسخ الروابط المحافظة. تمام. وبعدين بيطلع لنا رقم هون اسفل. هو رقم السحب اسمه او كذا. هاي بلزمنا على الرقم لتأكيد اي دفع او سحب. بنحط رقم من اربع خانات. ما بيأسر الرقم اللي بدنا يا ما بيأسر. ما هو مشكلة. بعدين من اكد وهيك بيكون تم تفعيل بيانات الحساب بشكل صحيح. البيانات المهم طبعا. نذهب على الرقم. الرقم هو الشحن. فانا ما بهم شو اختار هون. انا فيني اكتبون اي رقم بدي. فيني. يعني شحن رقم بدي. تسعة وتسعين دولار. خمسة وتسعين. ميتين دولار. ألف دولار. ألفين. ايه اللي بدنا يا. لحد الخمسة تلاف. فيني اشحن. يعني. من اقل من خمسة وتسعين دولار. لحد الخمسة تلاف دولار تمام. بعد ما حدد رقم البداية. يعطي نيكست. استيب. طبعا. لا يعطيني نيكست. لانا ما حدد رقم. حددنا رقم. على ما يعطيني اختيار الشبكة. اختيار الشبكة. مهم جدا. اختار الشبكة اللي عم باستخدامه. طبعا. نختار TRC 20. بيعطى نرابط. رابط الموقعه هذا الرقم. وهي هنا التحدى. انه اسم البنك. طبعا. مو بنك. هي شبكة. ما في دعيلة. تركينا المربعات كلها فاضي. وهي رقم. امونت مية واثمانة وعشرين انو انا اذا بدي اودي عمية رح نضغط فبيدفع تلقائيا بياخدنا طبعا يعني على بيحولنا عن محفظة مدفع تلقائيا او فينا طريقة تانية للإداع هي انو نعمل قبيل نسخ هذا الرابط هون نروح على محفظتنا ونبعد الرصيد لهذا الرقم ونصور صورة صورة التحويل بس تم التحويل نصور صورة التحويل ونبعد له الرقم الواتس اب نقلو بليز تشارج ماي اكاونت بعطي انا اليوسرنام تبعي طبعا هو بيطلبه انا بعد ما اعطي الصورة بليز تشارج ماي اكاونت يعني مفضلك اش حندي حسابي بيقلي هون اوكي ببعت له انا الصورة ففورا رح يقلي بعتلي اسم المستخدم فانا ببعت له اسم المستخدم وبيحول لي الرصيد هاي خلصنا منا وخلصنا من موضوع الرصيد هلا انا الرصيد كيف لازم اربح هلا بس انا حولت الرصيد بروه على الهوم من تحت هون على الهوم بيطلع لي هون سناديق كمام او خيارات هون او خطاط ربح فرح نشوفهم من تحت ليفل وون ليفل وون بيكون من الصفر دولار لخمسمية دولار ليفل تو من خمسمية دولار فصاعدا للالفين دولار طبعا هون اه في متطلبات معينة اخرى كل ليفل يعني يكون انا مثلا داعي ناس كتير او كذا طبعا هون كل ما صعدنا مستوى عم يكتر عدد المشتريات اللي بيقدر اشتريها مثل هلا هون شايفين اخر شيء 100 امر شراء في اليوم اللي بيجيني من الكاشباك جيد يعني طبعا حسب المبلغ اللي انا حاطه هلا انا المستوى الاول هون يعني اذا بحط هلا مثلا حطيت ميتين دولار فانا بيطلع لي خمسة عشر دولار منهم يعني بشكل تقريبي خمسة عشر دولار كل ميتين دولار يوميا بيطلع لي خمسة عشر دولار بس انا افتح الصناديق بفتح الصناديق هيك بيضغط على الصندوق اللي انا متاح لي يفتح معي موضوع السحب الوزدرو سهل جدا بس حطينا سحب نختار الشبكي يلي بدنا ياها انا بدي اختار شبكي تي ارسي عشرين بحط الرصيد يلي بدي اسحبه بحط هون رقم السحب يلي ارسي كون عنه هلا قبل شوي وقت كنا عم نعمل تحقق للرقم ونزل الشبكيات فانا بحط هون رقم وبعدين بعطيه ويتدرو وبرسل الرصيد لقليه وخلال اربع خمس ساعات يكون الرصيد موجود عندي هاي بالنسبة للسحب والنسبة للإداع وبالنسبة لرابط الدعوي وكل شيء تقريبا بالنسبة للربح راح نشوف هلا كيف انا عم اعمل خططي على حسابي النظامي وكيف عم بسحب تابعوا معي بقية الفيديو هلأ مثل مو شايفين عم نختار المشتريات هون فانا هون صار عندي كومبليتيد تايمز تلاتة وعشرين مشتريات كوميشين أو كميشيون نسميه مثلا نحن 8.39 سنت 8 دولار يعني تمام المبلغ مثل ما حكيت يلي اودعته انا هون اودعت في البداية 180 دولار خلال يومين صاروا 320 تقريبا تمام فروزين هاي اذا اعطينا فتحنا صندوق وطلعنا فيه مشتريات وما اشترينا هنا مدة دقيقتين ثلاثة فرح يتجمد الرصيد رح ينحطهم بفروزين نتجمد يوم كامل افليبل بانانس هاي الرصيد الاجمالي وتيم هاي الرصيد اللي جاني من الاحالات من الربح يستردي كوميسيون أو كوميشن خربت احيانا باللفظون فهون الرصيد يستردي تمام هذا هو كل شيء بحب الكونياء عن الموقع وهي طريقة الربح بل شكل هذا فقط كل يوم بتطلع لك 50 صندوق اذا كان رصيدك تحت 500 دولار كل يوم 50 صندوق وكل صندوق له عمولي مختلفة مثل هون منا شايفين سمنها يسترى 120 دولار عمولة مثلا 70 سنت تنظف هلأ هون بعد ما يخلص العداد يفتح لنا كمان سلعة جديدة بينه ومنعطيه مثل ما انا شايفين له وبيطلع هون عم يقلي انه لازم كل عشرين ثاني بين الصندوق والصندوق هلا هدا كل شيء تقريبا عن الموقع شوفكم في فيديو جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو واتمنى اكون فتتكن ودائما مثل ما بحث لكم دائما لا تحطوا كل شيء معكم في هالمواقع دائما خلوا تحطوا الشيء بالمعقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر